25 سنة ليل نهار بتتكلم عن الجول بتاعك في كاس العالم هاتو غيره هاتو غيره بس بغض النظر عن الاتنين اللي قابله بغض النظر عن الاتنين دور هوا كان الجول بتاعك هوا كان الجول بتاعك هوا كان الجول بتاعك كده يعني مكانش ضربة جزاء سببها حسام حسن يعني انت ملاقيتهاش ملاقيتش الجول رايح يمين انت شايت يمين كده انا لقيته رايح يمين قلت هلو يمين بس كان بسبب مين بسبب مين ايه بسبب مين ايه ما هو الجول لازم يجي بسبب حد هو النهاردة في حد بروح يجياخد الجول ما هو لازم واحد يرفعها له ما بتجيبش سرته ليه لازم واحد يرفعها له ولازم واحد يبصها له ايوه ما انت بتنسب الجول لابتك كأنه إن هنا الموقف شوفي بقى شوفي كرم ربك بقى كرم ربك لما حبي يدي النهاردة لضربة الجزاء دي بقت مسؤوليتها علي أنا بس لا اللي جابها عليه مسؤولية ولا اللي بصاها عليه مسؤولية ها بس هو الجل للفريق كله مش ليك واحدة موطب ومين قال إن الجل جاب للفريق كله التعادل بس جاب لنا التاريخ بفضل الله جاب للفريق كلها التعادل نقطة جاب للفريق كلها نقطة نقطة يعني نقطة متعادلين وحدة مش نقطة نقطهم لأ جاب لهم نقطة أنا اللي خدت بفضل الله المجد كله لأن هنا لو كان ضربة لأن إنت اللي قعدت 25 سنة بتتكلم على الجول أنا والله إيسا أنا بتكلم بسي أنا بتكلم قريبا إنتا ما بطلتش كلام عنه أنا بتكلم قريب والله ومش أنا اللي تكلمت خدي بالك أنا فجأة لقيت على الفيسبوك كده كل شوية واحد يبعط لي حاجة يقول لي بص الناس عاملة إيه بص الناس عاملة إيه اللي عملها ده ما عرفش هل هو كان غرضه إنه يشهرني قوي ولا هو كان غرضه التاريق علي سعيد العويران لعب الكرة لسعودي رقى الستة وجاب جون ما زلش فيه الشعب السعودي لا ما هو أنت مش فاهمة سعيد العويران رقى الستة وجاب جون بس السعودية جابت جون كتيرة فهيقعدوا يقولوا مين ولا مين إنما إحنا من تسعين لحد النهار ده وفيش غير الجون ده اللي هو اتصور وكان فيه أمار صناعية إنما جوني عيني بتاع كابتن عمر رحمان فوزي بن 34 ده عايز يعني عايز كتب التاريخ بقى تجيبه ما أنا جوني دوت بعد بعد 30 سنة هيبقى في التاريخ برضه ما تطمنيش إيه اللي يحصل مش كده برده يعني الجول بتاعك لوحدك برضه ضربة الجزاء مسؤوليتها علي لأنه لو ما كنتش جبتها كان زماني متعلق في مدان التحرير بتتحكي دي حقيقة والله كنت هتعلق في مدان التحرير أه لا ما جبتش ضربة الجزاء كنت هنزل مصر كانت طلبت طلبت الجوز ياسي البرتغال واحنا هنا كان زمان كل طب وإن اللي حصل بعد ما جبت ضربة الجزاء أنا ما حستش بصراحة لو هولندا خرجت من البطولة ولا احنا طلعنا دور التاني ولا ارلندا استفادت حاجة ما هو احنا لا احنا لا من مين اللي قال احنا ما تعدلنا مع انجلترا اتعدلنا مع هولندا وتعدلنا مع ارلندا بقى عندنا فرصة كبيرة جدا ان احنا لو تعدلنا مع انجلترا نخش على قل بالقرعة بس خسرتوا من انجلترا واحد صفر وما طلعتوش خسرنا واحد صفر بقى يعني ده بخت لان انجلترا ما كنتش افضل مننا في الماتش ده شمعنا ما بتفتكرش ده وتفتكر ده لان ما حصلش حاجة اب نورمل في انجلترا يعني ما حصلش حاجة تخليني يفتكر انجلترا انما ماتشو هولندا انا جايب فيه جول ولعب من احلى ماتشوات حياتي اللي لعبتها ماتشو هولندا ده من احلى مباراة حياتي انا في اعتقادي الشخص انت وحسام حسن انا ومين وحسام حسن ما هو ماشي ده وحسام حسن يقيمه جمهوره انا بقيم بقول تقييم جمهوري وتقييم النفسي لان انا عندي وقعية جدا في تقييم لو بلعب وحش بقول لعبته وحش بس انت كزميل ليه المفروض تحفظ له حقه يعني ما هو ماشي ما هو اكيد له دور بس ليه انت بقى مش بتجيب سيرة الدور ده خالص لا عشان اقول لك حاجة المحسام يطلع يقول ايه ده انا اللي كان المفروضة شو ضربة الجزاء هو طلع قال كده ببرنامج قال ان انا كان المفروضة شو ضربة الجزاء وانا انا خطفتها منه يعني ده منطق بنلعب في كالس عالم هو مش حسن بس هو كمان احمد شوبير في الماتش ده صد صد كتير جدا ما هو ما قلتش بس في الاخر هو اللي جاب الجول انت بس اعوذ بالله منقول التالي لانت رايحة يمين قمت شوية يمين بصي الجول محتوط حلو ما تنكريش انه محتوط حلو في زاوية وعالأرض وجامدة وسريعة انت بتتكلم عنه بشكل عاطفي بشكل عاطفي يعني مش مصدق يعني مش مصدقش شغف اللي بتتكلم بي بحبه قوي انا خدي بالك والله بتحبه كده ولا بتحب نفسك عشان انت اللي جبته لا انا خدي بالك ما حبش نفسي انا مش بالعكس ده انا معطاق الحمد لله جدا لا 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 انا بحب الجول بحبه لان الداني لانه الداني الداني شهرة ما كنتش يعني توج توج مشوار حياتي انا اتظلمت كتير جدا في مشوار الكاروي خدي بالك اتظلمت كتير جدا اتظلمت في ايه اقولك اتظلمت اعلاميا لان انا ما كنتش يعني بصاحب كان زمائل ليه بيصاحبوا رأساء الصفحات الرياضية عشان كي بتخلص حقك دلوقتي لان انا كنت في هذا الموقف يعني غلبتني في الجول بتاعك انت متمسك بيه بشكل عاطفي جدا من ساعة ما جبت الجول انت وانت كسبان